ونروح ليه دوري أبطال أوروبا مباراة في منتها الإصارة طبعاً بما أننا بنتكلم في مباراة في منتها الإصارة فلازم أبدأ معك بريال مدريد فلقد أنت بتحبها طب وإنت ريال مدريد عمل مفاجأة غريبة جداً أو بلاش ريال مدريد هو اللي عمل المفاجأة شلسي اللي عمل المفاجأة شلسي في برنابيو يكسب 3-0 زي مباراة الزهاب اللي كانت كسبها ريال مدريد 3-1 ويقدر ريال ما دي في دقيقة 80 يسجل هدف بأسست خرافي للوكا مودريتش خرافي يعني سبحان الله نحن دايما نتكلم على الهدف الخرافي بس ده أسست خرافي وش رجل خارجي امتياز فهيقدر يعوض النتيجة في المباراة يبقى 3-1-3-1 زي مباراة الزهاب ويسجل بتزيمة هدف الفوز أنا مش قادر أشيط بالريال ومش قادر أنتقده في النهاية المباراة بس الريال غريب يعني حقول لك على حاجة هو مضموء فدأ مش مضموء لا هو مش مضموء على فترة من زمان يعني لو نرجع بالتاريخ كده مع زيدان اللي هي من أقوى الفترات ريال مادريد رح كسب يوبينتوس 3-0 ورونالدو جاب الجون الخرافي اللي هو الباكورد وبعدين رجع تقبل 3 أهداف من يوبينتوس وكان خسرنا للدقيقة 93 لحد ما تحسبت البنالتي وكريستيانو رجع والمفاجأة الكبرى اللي بتبين أن اللي حصل لريال مادريد طبيعي في وجه النظري في الكرة الأوروبية هو اللي حصل مع بايرني ميونيخ ومن يقول أن بايرني ميونيخ تخرج من فيا ريال على ملعبها في الألينزارينة وهي خسرنا 1-0 بس في أسبانيا فدايما الفريق اللي هو بيبقى خسران في ملعبه بالذات بيبقى مجروح في كبرياء والكوروي فبيبقى عايز يروح أول 45 ديال دول بيطلع كل الغل في الكورة فأنت لو معرفتش تحجم الكبرياء اللي عنده في الملعب أن أنت ما تستقبلش أهداف هتعاني وريال مادريد عانى بشكل بي الريال كل ما بيجي يلعب أربعة في النص رغم أن الأربعة في النص دو أربعة أسماء كبيرة بيبقى فيه خلل كبير جدا في وسط الملعب وفي الدفاع وفي كل حاجة صح حيث أن الفكرة أنشلوتي في المجموعة دول الأربعة اللي بيلاعبوا في نص الملعب فيها مشكلة أنت لا تقول لي المشكلة فالفيردي وكاسيميرو ومودريتش وكروس بيبقى فيه مشكلة دايما إيه المشكلة؟ عملية الضغط أن أنت لما بتلعب أربعة في نص الملعب بيبقى قدام بنزيمة وفينيسيوس صح قدام أربعة مدفعين فالأربعة مدفعين بيتلعبوا كرة بسهولة فخط الدفاع الأولاني ده بتاع ريال مادريد دايما مضروب بتبدأ أن أنت تبدأ تدافع من الخط التاني خلي بالك أن الخط التاني ده فيه كاسيميرو وكروس معدلاتهم البدنية طبعا مع مودريش لوه 36 سنة ففيه فالفيردي بس وفالفيردي بيلعب على ناحية كارفخال اللي هو مش في أفضل مستوياته فتلاقي كارفخال على طول ضامم لقلب الملعب وفالفيردي بيساعده على الباك فتحس أن ريال مادريد بيلعب بخمسة تلاتة اتنين فدايما الحتة ناحية الشمال اللي هي عند المنافس اللي هي ناحية يمين عند ريال مادريد بيخرجوا منها بالكرة بسهولة جدا هي ناحية ماركوس ألونسو اللي كان منها كل الخطورة في مارشة تشيلسي يوم الثلاث فدي مشكلة ريال مادريد طب إيه حلها؟ حلها أن فالفيردي الأدوار المركبة اللي بيعملها ما تبقاش بس في النواحة الهجومية لازم فالفيردي وهو بيلعب رابع يزق قدام أكنه ثالث فيقفل قدام أكنه بيلعب وينجر ده اللي بيعملها رودريجو ده ريال وقالنا خلاص في ريال أقصى بايرون ميونيخ في مفاجأة كوبرا وفيريال كان أقصى وينجر قبل بايرون ميونيخ كمان وفيريال هيواجه ليفربول ليفربول حسن مباراة بينفيكا الأولى وتعادل في مباراة الأمس 3-3 بدون صلاح ومانيكا أسين لكن صلاح نازل فيه الشوت التاني حاسس أن البطولة قريبة لليفربول سهلة ممكن في المتناول أنا عايف أنت بالنسبالك عايزي ريال مديد اللي أكسر بس احنا عايزين ليفربول اللي أكسر أنا عايف التبسط للبصة دي هي مش سهلة طبعا ما فيش بطول تنفيذ جزال بس في المتناول أسهل من الدوري في إيده منافسه بينفيكا وقبلها إنتر ميلان وبعدها فيا ريال مش المنافسين الأقوى أو الأصعب اللي يعملوا مشاكل فبشوف أن ليفربول عنده فرصة عظيمة جدا وكلوب من المدربين اللي يعني ما بتقللش احترامهم للمنافس مهما كان اسمه عكس اللي عمله ناجلز من مثلا وقلل من احترام فيا ريال بس لازم برضو ليفربول يقلق من فيا ريال طبعا لازم يقلق من فيا ريال مع إمري هنا يا إمري عاملين أداء رائع جدا صح يكفي أنك توكس اليوفي وتوكس باير ميونيك ميونيك اسمين كبار جدا نعم مالكة أوروبا طبعا صح لكن ليفربول أعتقد أنها ممكن تبقى لها طريق في الفاينال سيتي مبارح كان على وشك على وشك أنه يخش فيها هدف مقاتلكم صح أنت قادر يا سيميوني تلعب ربع ساعة أو تلت ساعة الهجومية الجبارة وعندك سواريز وكراسكو وكونيا وجواو فيليكس وكريزمان ليه بترجع دايما تلعب دفاع بس مستميت؟ يعني حتى مش بتلعب على التحولات أقول لك ليه ليه مفيش نظر للتحولات؟ أقول لك ليه وكرا يلعب بطرق مختلفة وكرا يفتح لعب بشكل كريم خسر بالفرق الصغير خسر ودفاع دفاع سيء جدا صح فهو قال لك لا أنا أرجع لطرق أنا سيميوني بتاع الدفاع جماعة أنا موافع أن أنا بقى سيميوني وعلى فترة هو خسر جون واحد بس من جوارديولا اللي هو بيكسب بالأربعة وبالخمسة لكن في آخر ربع ساعة كانوا غير موفقين خالص التاقة الفاينال مين؟ أتمنى يعني أتمنى ليفربول وريال مدريد أعتقد ليفربول سيتي ليفربول سيتي أعتقد ليفربول سيتي التبايع الريال خالص مش بايعه بس هو فنيا السيتي أقوى بكتير من ريال مدريد أجهز مدربه يعني أفضل من الأنشتراوطي بس في تفصيلة بقى شخصية ريال مدريد على فكرة مش إسكوت لا خالص شخصية قوية جدا مش شخصية منشستر سيتي يعني منشستر سيتي عنده مشكلة مع دورة أبتال روبا شخصية في دورة أبتال روبا غريبة النهاردة بقولك كان هيخسر من قتلتك ومدريد شخصية ريال مدريد كان هيخسر من قتلتك ومدريد وبسهولة جدا صح صح فأنا أعتقد الفاينال هيبقى ليال مدريد وباير ميونيخ وليفربول وإن شاء الله ليفربول يعوض بتاع ليفربول وليال إن شاء الله نوصل لفاينال بعدين نشوف الحاجة دي ما روان شرفت ونورت حبيب يا كريم بشكرك جدا بس أمتعت دايما معك حبيبي